السلام عليكم ورحمة الله والنهاردة قصة نظيف الصغير من مجموعة آية وحكاية اللي ما يعرفنيش انا اسمي اميرة وانا موزع كتب وقصص الانواع كتير جدا اعملوا لي لايك وشير لو عجبكم الفيديو بتاعي جلس يوسف في احد ارقون الغرفة كان بلعب المكعبات بتاعته وكان بيكمل بناء برج عالي ولكن في كل مرة كان البناء بتاعه بيسقط وهو بيحط المكعبة الاخيرة كانت اخته سلمة كانت بتتبعه وهي كانت بتلعب بالعروسة بتاعتها وكانت بتمشط شعرها وقف يوسف وقعد يسقف في حماس ويقول اخيرا فعلتها واكملت بناء البرج انظر يا سلمة كم هو جميل قالت سلمة رائع يا يوسف يبدو انك هتصبح مهندس بارعا مثل ابي قال يوسف لاخته سلمة سيسعد ابي كثيرا عندما يرى هذا البرج اللي انا قمت بتصميمه ليعرف مدى براعاتي في التصميم والبناء ضحكت سلمة وقالت وهشوف كمان ازاي انا اعتنيت بالعروسة بتاعتي الجميلة وهنا دق جراز الباب جري يوسف مسرعا عشان يفتح الباب لوالده وعندما فتح الباب وجد والده وكان معا احد اصدقاء وابن الصغير عمر فسلم يوسف عليهم ورحبت الاسرة كلها بيهم جلس الاب كان بيتحدث مع صديقه وكان ابن الصغير عمر كان بيحدث ضوضاء كبيرة جدا وكان بيلعب بالكورة اللي كان جايبها معاه طلب الاب من يوسف ان ياخد عمر لحجرته وفي حجرة يوسف مسك عمر الكورة وقال انا ماهر في اللعبة بالكورة واليوم ذهبت مع ابيه الى النادي واشتركت في لعبة كورة القدم هل تريد ان ترى مهارتي في اللعبة ابتسم يوسف وضحك وقال ارني مهارتك ايها اللاعب الكبير فرقل عمر الكورة بشدة وارتطمت بالبرج اللي بناه يوسف بالمكعبات فسقط البناء بتاع يوسف وتناصرت المكعبات في كل مكان غضب يوسف جدا جدا وقعد يعنف عمر وزعل جدا وشعر عمر بالخجل من اللي عمله وقال اسف يا يوسف لم اقصد فعل هذا ارجو ان تسامحني ولكن يوسف لم يقبل اسف عمر ابدا وقعد يصيح في وجهه بشدة وهنا دخلت والدة يوسف وعرفت اللي حصل فقالت ليوسف انه ولد صغير ولم يقصد ما فعل تحكم في غضبك ولا تجعله يوقعك في الخطأ وهنا بدأ غضب يوسف يروح شوية شوية وبدأ الغضب يتلاشى عندما وجد عمر بيقوم بجمع المكعبات المتنسرة وهو يقول سأساعدك في بناء البرج مرة اخرى فابتسم يوسف وقال هيا ارني مهاراتك وهنا منتعلم ان احنا لازم نجزم غزنة وقت الغضب وقال الله تعالى والقاظمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين